الذي يخلص عندنا ربما دوقتكم بهذا الكلام أنا لا أحب أن أتحدث في هذه الموضوعات أتجنب دائما الخوض فيها وأحاول بقدر الإمكان أن أبعد الذين يتابعون برامجي عن حشد المصطلحات والكلمات غير الواضحة على أي حال الذي يخلص عندنا من كل ما تقدم من كلامه أولا وحدة الوجود والموجود معا وهي التي يقصد بها حينما يطرح هذا المصطلح وحدة الوجود يقصد بها وحدة الوجود والموجود معا هذه نظرية قديمة وهي موجودة إلى الآن اتجاهات مختلفة تتبنىها خلاصتها الله هو الكون والكون هو الله وذلك هو الاتحاد والحلول ومن هنا تسمى بنظرية اتحاد الوجود بنظرية الاتحاد كفر صريح بحسب منهج العترة الطاهرة صوفيو السنة أكثرهم يقولون بها ابن عربي يقول بها هذا واضح في كتبه دراويش الشيعة كثيرون منهم يعتقدون بها دون فهم للفلسفة وللعرفان النظري يرددون أشعارا يرددون كلمات من مشايخهم عرفاني الشيعة ابتداءا من صدر الدين الشيرازي وانتهاءا بالمعاصري لا يقولون بوحدة الوجود والموجود معا وانما يقولون بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هذا ثانيا والقول هذا لا يستلزم الاتحاد والحلول هم يوجهون القول بوحدة الوجود والموجود في اتجاه يتخلصون من خطر الاتحاد والحلول في الجانب العقائدي وهذا واضح في كتبهم وفي دروسهم ومحاضراتهم النقطة الثالثة هل هذا الكلام حتى الذي يتبناه عرفاء الشيعة حتى لو كان صحيحا في نفسه لا يستلزم الاتحاد والحلول هل هو من مذاق العترة الطاهرة بالنسبة لي لا أعتقد ذلك هذا مذاق فلسفي صوفي توافق عليه عرفاء الشيعة الحوزويون عملية تجميعية محاولة لشرعنة الفلسفة والتصوف والعرفان كي لا تأتي النظريات العرفانية مخالفة لنصوص الكتاب الكريم الواضحة وللأحاديث المعروفة المروية عنهم صلوات الله عليه الذين يبحثون عن ثقافة العترة الأصيلة لا يحتاجون إلى كل هذا الهراء أكان مصيبا ودقيقا أم لم يكن كذلك قطعا وحدة الوجود والموجود معا هي كفر صريح لا مجال للنقاش فيها وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما ما هي بكفر صريح هي بعيدة عن الاتحاد والحلول لكنها ليست من صميم ثقافة العترة الطاهرة لو وجهنا أنظارنا إلى كلمة وجيزة من كلمات أمير المؤمنين وهي جزء من خطبه التوحيدية في نهج البلاغة وقد حدثتكم بالإجمال عن الخطب العلوية التوحيدية في نهج البلاغة في الحلقة الماضية سيد الأوصياء يقول الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته هذا هو منطق العترة الطاهرة هذا هو منطق علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير نحن في بيعة الغدير ما بايعنا على أن نأخذ من إفلاطون مثلا أو أن نأخذ من الفلسفة الفارسية القديمة أو أن نأخذ من ابن عربي أو أن نأخذ من صدر الدين الشرازي المعروف بملة صدرة أو أن نأخذ من سيد علي القاضي الطباطبائي نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ من علي ومن علي فقط أمير المؤمنين هو الذي يقول الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه لم يتجل بذاته هناك قطيعة بيننا وبينه وهذا هو التنزيه هذا هو التنزيه الذي حدثتكم عنه على الأقل من وجهة نظري هذا ما وصلت إليه لقد قلبت العقائد في كل الديانات في كل الفلسفات في كل الاتجاهات ما وجدت تنزيها للذات الأولى كتنزيه محمد وآل محمد لها وأعتقد أن هذا المنطقة كان واضحا في البيانات التي وضعتها بين أيديكم وأنا أحدثكم عن شؤون عقيدة التوحيد كان هذا الأمر واضحا وجليا جدا الأمير ماذا يقول في هذه الكلمات القصيرة في بعض خطبه التوحيدية في نهج البلاغة الحمد لله المتجلي المتجلي لخلقه بخلقه تجلى لي أنا خلقه الثاني تجلى لي بخلقه الأول خلقه الأول الحقيقة المحمدية وهي تجلت لي بخلقها الأول بمحمد وآل محمد الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه هناك قطيعة فيما بيننا وبينه هذا المنطق الذي يتحدثون به عن وحدة شخصية وعن تكثر في الموجودات عن وحدة شخصية في الوجود وعن تكثر في الموجودات أنا لا أريد أن أرجعكم إلى تلك الأجواء الفلسفية والصوفية والعرفانية فقد حدثتكم بما فيه الكفاية ولا أعتقد أن الأمر مهم لعقيدتنا لا شأن لنا بكل ما يقوله هؤلاء الفلاسفة وما يقوله هؤلاء الصوفيون وما يقوله هؤلاء العرفانيون الحوزويون الشيعة الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه نحن هكذا نقرأ في دعاء الجوشن الكبير أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إذا ما ذهبتم إلى المقطع الثمانين من مقاطع دعاء الجوشن الكبير الذي يبدأ يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم إلى أن يقول في آخره في آخر المقطع يا من خلق الأشياء من العدم فالعدم كان سابقا لنا يا من خلق الأشياء من العدم قد يقولون ما يقولون في معنى العدم هذا فأنا لا أريد أن أدخل في حديث فلسفي أو في حديث صوفي العدم هو العدم بحسب اللغة يا من خلق الأشياء من العدم نحن كنا مسبوقين بعدم وجودنا لا وجود لنا سبحانه وتعالى خلق ما خلق من دون سبب وخلق ما خلق بسبب خلق الحقيقة المحمدية من دون سبب يا مسبب الأسباب بسبب ويا مسبب الأسباب بغير السبب خلق الحقيقة المحمدية مثل ما مر علينا بنفسها من دون سبب وخلق الأشياء بالحقيقة المحمدية خلقنا بالأسباب وهذه القضية هي القضية الحاكمة في وجودنا التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها الأمور لا بد أن تجري بأسبابها وسلاسل العلل والأسباب سلاسل طويلة وعريضة في الوقت نفسه يا من خلق الأشياء من العدم مسبوقون بالعدم لا صلة فيما بيننا وبينه فلا معنى لوحدة الوجود والموجود معا ولا معنى لوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما إلا أن ندخل تعديلات كثيرة على وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وما حاجتنا لذلك أن ندخل تعديلات وأن نقوم بعملية ترميم وإضافات كي يتوائم منطق العرفانيين مع منطق العترة الطاهرة وما حاجتنا لذلك ما حاجتنا لذلك نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج نظرياتهم حتى وإن كانت سديدة وصحيحة ما عندنا عن محمد وآل محمد هو الذي نحتاجه فقط فإننا لا نستكمل الإيمان حتى نقول من أن القول منا في جميع الأشياء هو قولهم في جميع الأشياء هو قولهم ما أسر ما أعلن ما وصل إلينا ما لم يصل إلينا القول في جميع الأشياء هو قولهم حينما نعود إلى ما قالوا إلى حديثهم عن التوحيد لقد نزه الذات الأولى تنزيها هو أعجب تنزيه في هذا الوجود وبيّنوا لنا من أن قطيعة فيما بيننا وبينه يا من خلق الأشياء من العدم هذا المضمون يتردد بشكل واضح في الخطب التوحيدية لسيد الأوصية الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه ما تجلى لي بذاته وإنما تجلى لي بخلقه تجلى بذاته في الحقيقة المحمدية ولذلك استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره هناك قطيعة فيما بين وبين الحقيقة المحمدية جهة الواصل محمد وآل محمد جهة الواصل هم الذين يعلمون ني هم الذين يرشدون ني هم الذين يخبرون ني عن الوطن الأم عن الحقيقة المحمدية وهم الذين يخبرون ني عن الذات الأولى ومن أنني إذا بلغ بي الفكر وبلغ بي المنطق إلى فنائها فعلي أن أسكت صمت هنا سيكون الصمت من ذهب أليس يقال إذا كان الكلام من ذهب فإن الصمت من فضة الصمت هنا في هذه المرحلة سيكون من الذهب والكلام سيكون وبالا لا من الفضة ولا من أي معدن آخر إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا هناك قطيعة واضحة قلت لكم إذا أردنا أن نوافق بين ما يقوله عرفاني الشيعة في وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما نحتاج إلى عملية تعديل إلى عملية توصيل ومواءمة فيما بين ما يقولون وما عندنا من ثقافة العترة الطاهرة ولماذا نفعل هذا لماذا نفعل هذا هل أن أئمتنا يريدون منا هذا أبدا لا يريدون منا هذا أئمتنا يريدون منا أن نتمسك بما جاءنا عنهم هذا أحد القوانين التي مرت علينا في الحلقات الماضية من قوانين الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم لماذا يذهب إلى غيرهم هذا هو منطق التوحيد في أجواء ثقافة العترة الطاهرة وقت الحلقة نفذ منه الكثير لازال في ذهني العديد من المطالب ترتبط بوحدة الوجود والموجود لكنني سأطوي كشحا عنها أريد أن أشير إلى مسألة قد تكون مهمة من وجهة نظري لا أدري هل ستكون مهمة من وجهة نظركم أو لا الخلاصة التي نصل إليها بعد كل هذه التفاصيل والبيانات الموجزة عن وحدة الوجود عقيدتنا في التوحيد لا صلة لها بوحدة الوجود والموجود معا ولا صلة لها بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما لا شأن لنا بما قاله عرفاني الشيعة أصابوا أم أخطأوا هم مسؤولون عما يقولون ونحن مسؤولون عما نعتقد به من التزامنا بمنهج العترة الطاهرة أتمنى أن يكون جوابي نافعا ومفيدا للذين طرحوا سؤالهم علي بخصوص وحدة الوجود في الوقت نفسه لا أعتقد أنني قد غطيت المسألة في جميع اتجاهاتها لأن هذا الموضوع موضوع واسع ومضطرد الجهات والجوانب نذهب إلى فاصل